عقدة المنشار التي تتصاعد مجددا في سنجهر هي ذاتها التي اتفقت عليها بغداد واربيل في توحيد الصف لموجهة خطرها والاعتداء على سيادة البلاد تعود سنجهر للوجهة الامنية بخطر يجدده حزب العمال الكردستاني وفي كل ذريعة للاعتداء وممارسة الانتهاك لهيبة الدولة فان الجيش لها بالمرصاد يحدث هذا وسط اتفاق امني مشترك بين حكومتين المركز والاقليم الذريعة الجديدة ازالة الجيش العراقي تمثال قياديا في البككة ما رفع حالة الانذار القصوى في القضاء بعد تهديدات نشرها عناصر حزب العمال بتحويل سنجهر الى جحيم التهديد ليس الاول من نوعه لكن هذه المرة تتحدث الاوساط الامنية عن ضرورة اظهار هيبة الجيش والقوات الامنية المشتركة التي تحرص على ابعاد القضاء وساكنيه عن اراقة الدماء التي يكررها حزب العمال وليس هذا فحسب بل ان الهجمات التركية على اناصر الحزب باتت تدخل في سيناريوهات الضرب لهيبة الدولة ناهيك عن بيانات تتحدث عن الاف المقاتلين الذين قتلوا من جانبي الصراع بين تركيا والبككة تحديدا بعد عام 2015 المشهد في سنجار يتراوح بين فترة واخرى من حالة امنية مرتبكة ويهدد الخطة الامنية التي وضعتها حكومة بغداد لاتمام العملية الامنية فيه واستقراره وحفظ ارواح الاراقيين لكن الساعة الصفر التي يحتاجها القضاء باتت ضرورة للقضاء على شعلة التوتر الامني في مناطق النزاع اشتركوا في القناة